موسيقى 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 واحد من أهم الأسئلة هل أنت مثمر؟ وهذا السؤال هو بحدد أو بعرف عن شخصيتك وعن هويتك أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في هذه الحلقة رح نتكلم عن الحياة المثمرة وكيف نعرف أننا مثمرين في الرب وما هو المقياس لهذا الثمر؟ وهل يوجد تراخي في بعض المؤمنين؟ وما هي خطورة العقم الروحي؟ أنا أصلي أن هذه الحلقة تكون سبب بركي لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان الحياة المثمرة وشرف كبير أن أقدم أخ غالي عزيز جداً على قلبي وصديق قديم القص رضا عدلي من القاهرة من مصر هو حالياً ضيف معنا في الستوديو وبصراحة مش عارف كيف بدأ أقدمك يا قسيس رضا طبعاً اسم رضا عدلي معروف سواء برامج منتو كارلو الكل مننا اللي سمع برامج عبر الكتاب وترانس وولد ريديو فريق الحياة الأفضل كنيسة الأسبكية خادم في السنودوس مؤلف كاتب ومستخدم ومستثمر في كل مكان شرف وامتياز كبير أنك تكون معنا في مكانك أسيس رضا أسيس نظار أنا أرجو أن أكون ما قلته لكن في حقائق الحقيقة ما أقدرش أهرب منها ولازم بالشكر للرب أشكر الرب عليها ومشكرك لأجل استضافتك ليا في البرنامج في الستوديو الجميل ده بعد ما كنا مرات كتيرة متقابل عبر سكايب وغيره لكن بشكر ربنا أن احنا نقدر نلتقي مع بعض وبرضو اللقاء وجها لوجه خصوصاً إذا كان الوجه هو الأسيس نظار شعين بالابتسامة العريضة حاجة جميلة جداً تشرح وتفرح ربنا يباركك أسيس رضا رح نتكلم مثل ما سمعت من الموضوع أو العنوان الحياة المثمرة أو السؤال هل أنت مثمر أول ما بتسمع هذا السؤال كشخص طبعاً إلك خدمات سنين وسنين وسنين طويلة مع أنه بعدك شاب صغير ولكن إيه اللي بدور في ذهنك أول ما بتسمع الجملة تعرف يا سيس نظار أنا أستسمحك أني أقول عبارة من زمان قارتها ومش حقيقية في كل الأماكن لكن حقيقية في بعض الأماكن بتعرف اللجنة عارف اللجان بتاعتنا في مجالاتنا المختلفة سواء في الكنسية أو غير الكنسية بيقولوا اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تسلم العمل إلى مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزومة له لأ خطير يعني ومش دائماً صحيحة طبعاً ويمكن بعضنا يضحك لما يسمع التعريف ده هو لكن الحقيقة أنا بعتقد أنه كواحد درس إدارة الأعمال زمان كانت إدارة الأعمال بتقاس بالخطة وبعضين كانت بتقاس بالإدارة وفضل نتدرج لحد لما وصلت النهاردة أن النجاح في أي عمل بالنتيجة بالإسمار يعني ما ينفعش يبقى مصنع ما بيسمرش وبالتالي زي ما فيه كتاب قديم أوي أوي نبذة كده كده صغيرة اسمها خلقنا لنسمر وخطة الله يبدو من البداية كما نقرأ من الأصحاحات الأولى في الكتاب المقدس هي الإسمار أنا لما بشوف مثلاً الكتاب يقول بركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبوا على الأرض واضح أن ربنا خلق الإنسان وضمن الخطة بتاعته هو أن الإنسان يسمر بفعل حتى بعد الطفان يعني الكتاب يقول لنا أن الرب عندما أخرج نوح من الطفان وأنا أرجو أنك أنت تبقى زي بتؤمن بالخلق الكتابي وبصحة الأصحاحات من سفر التكوين من واحد 150% من واحد الـ 11 يقول مش واحد تكون واحد أنا بقوم من الجلد للجلد يا كلمة الله الكتاب المقدس هو كلمة الله أشكرك 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 وحتى الرب بعدما بعد الطفان وأخرج نوح من الفلك وقال له هذه الكلمات نفس الحكاية تتوالد في الأرض وتسمر وتكسر فخطة الله هي إذن للإصمار سواء كان الإصمار بطرق المختلفة لكن خلقنا لنسمر بالفعل يعني حتى في البزنس في عالم البزنس دائما تسمع العبارة بغض النظر عندك حسن النية بغض النظر تشتغل ساعات طويلة دائما صاحب العمل بيتطلع على الثمر وأعتقد أن هذا مبدأ كتابي ومبدأ جدي ومهم جدا بالنسبة لأله خصوصا إذا كنا أسيس نظار تعقيبا على كلام حضرتك أن إحنا أصبحت مسيحيتنا في كتير جدا من الأحيان من كناقسنا هي مسيحية استهلاكية مش مش مسيحية إنتاجية لكن مسيحية استغلالية استثمارية لما يقدم ليا مش لما أنتجوا وأثمروا في بناء ملكوت الله بالفعل ومعليش أوضح كمان أكتر هاي الفكرة أسيس لأنه أعتبرها نقطة كتير كتير مهمة أنا أعتقد يا حتى الأسيس أنه إحنا في هذه الأيام اسمح لي أبقى متجاسر شوية وأتكلم بصراحة أرجو أن لا تصل إلى درجة الوقاحة أو البجاحة لا حشان أعتقد أن أصبح النهاردة في كتير من كناقسنا هو الإنسان هو المحور فإحنا بتدور على how to entertain الناس اللي جيجوا الكنيسة إزاي نبسطهم إزاي وأصبح تعزية المؤمن هو الهدف مش عبادة الرب هو الهدف فأصبح سياسة الأخذ هي الهدف مش سياسة الإنتاج والعطاء والثمر هي الهدف فنجيب المتكلم اللي يبسط المتعبدين نجيب المرنم اللي يبسط المتعبدين نجيب البرنامج اللي يبسط الناس وبالتالي أصبحت مسيحيتنا هي مسيحية الأخذ مش مسيحية العطاء والبذل والتضحية والإنتاج الروحي اللي يمجد شخص الرب بالفعل دايما نسمع عبارة وكتير عم تكثر في هذه الأيام النعمة الرخيصة مع أنه النعمة غنية بحسب كلمة الله ولكن الظاهر في ناس عم بترخص في موضوع النعمة شو رأيك أنت في هذا الموضوع الحقيقة بعض الأحيان برضو عشان خاطر أبقى صريح مع حضرتك الطريقة التي نقدم بها رسالة الإنجيل ككارزين وكمعلمين نقدم الإنجيل وكأننا هندير ربنا نعمة هنعمل فيه حسنة كأني كمان بعمل مقايدة يعني أنا هتدي لك الإيمان بتاعي وإنت تديني الخلاص بتاعك فبالتالي أصبحت الحكاية فكرة مقايدة أو إنجاز بالزبط وأصبح كمان فيه عنصر من عناصر الكسل الروحي اللي بعتقد أنه بيؤثر كتير جدا جدا على البرودكتيفتي بتاعتنا على إنتاجنا الروحي على حياة السمر بتاعتنا وأنا لما عرفت الموضوع اللي إحنا هنتناوله في الحلقة حابب إن إحنا لو سمحت لي أقرأ بعض الآيات من سفر الأمثال أصحاح ستة فضل أسيس وأعتقد إن كلمة الله كاشفة لأن إحنا بمرات كتيرة بناخد من عند ربنا بركات كثيرة جدا أصبح زي ما يقولي المؤمن هو المحور بتاع العبادة مش خدمتنا للرب وتمجدنا للرب وتعظمنا لشخص رب أمثال ستة ستة يقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان الكسل الروحي تأمل طرقها وكن حكيمة التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط وتعد في الصيف تعامها وتجمع في الحصادي أكلها إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك وبعدين يدينا الصورة السركستيك المضحكة المبكية يقول قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود فتكون النتيجة فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز الكسل الروحي وأصبح النهاردة المؤمن الهدف يبدو بتاعنا هي أن احنا نقدم نعمة رخيصة للناس ما تعملش وزي ما انت وخليك زي ما انت نعم أنا عايز أحط بس ملخص للفكرة دي الله يقبلك كما أنت لكنه لن يقبل أن تظل كما أنت أكيد أكيد الله يقبلك كما أنت لكنه لن يقبل أن تظل كما أنت خلينا نأخذها بشكل عمل أكتر طبعا أنت عارف اليوم في قنوات فضائية كتير والسوشال ميديا مغرئة يعني الأرض كلها وكتير ناس صارت نوع من الاتكالية يعني بتبحث على الخدام أو النجومية أو المشاهير وكذلك مثل ما ذكرت مرنم أو متكلم بدون الالتزام فموضوع الالتزام الكنسة عم بشوف أنه عم يعني فيه تراجع إلى الوراء وطبعا كخادم أنت وانت عشت وعايشت كل هذه الفترات وشايف وعارف إيه رايك وإيش ردك على هذا الموضوع وإيش تشجيعك كمان الحقيقة أسيس نزار إحنا لا نتوقع ثمر بدون زرع عشان كده نبقى عارفين يعني الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذار الزرع مجيئا يجيئوا بالترنم حاملا حزمه أنا بخاف أوي 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 بعد النهاردة قرابة نصف قرن في خدمة الإنجيل بخاف أوي أوي أن احنا نبقى النهاردة في استعجالنا وراء النتائج والصمار هو أن نلقي بالصمرة في الأرض للبذرة لأن إلقاء البذرة في الأرض يعني الصبر يعني التعب يعني الري يعني الانتظار لكن بكل أسف إحنا مرات كتيرة عايزين نتائج سريعة تيكا وي بقى زي بالضبط الملابس الجهزة زي المباني الجهزة زي الوجبات الجهزة كمان صناعة المؤمنين الجهزة الرب يسوع ما عملش كده الرب يسوع يقول قضى الليل كله في الصلاة ودعى تلاميذه لما كان النهار واختار منهم إثنى عشر الذين دعاهم أيضا رسلا ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا فالحقيقة أن صناعة الثمر فيه كنائسنا سيس نظار مجهدة ومتعبة لكنها اختصار للوقت وللمجهود رغم أنها بتاخد مجهود وبتاخد وقت لكن الزراعة الحقيقية صناعة التلاميذ الديسايبل ميكينج زي ما بنقول بيختصر الوقت رغم أنه بياخد وقته وبيختصر المجهود رغم أنه بياخد مجهود عايز أشير إلى آية جميلة جدا في رسالة موثوسة الثانية أصحاح الثانية على ما أذكر الآية خمسة رسول بولس بيقول الآتي يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار نعم مش في الإثمار على فكرة الإثمار هي عملية الإثمار نفسها نعم لكن يشترك في الأثمار وكأن الرسول بولس عارف الآتي الحرث هو أول خطوة وهي خطوة متعبة ومتربة ملأة بالمتاعب والتراب لكنها لازمة وربما الناس ينسوا الشخص اللي حرت أيوة اللي قام بالمجهود الأول بالحرث عشان كده الرسول بولس بيقول يجب أن الحراث الذي يتعب ده مش فرصة فيها نشتغل ولا نعمل يوم رياضي رغم أهمية كل الأنشطة وإلى آخره لكن لا الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا لأنه هو تعب أولا أيوة وده بفهمنا أنه إحنا كخدام إذا أردنا أن نبني ملكوت الله علينا فعلا أن لا نأخذ بطرق الرخيصة في صناعة نجوم للشباك سواء كانوا متكلمين وأنا بحط نفسي ضمن أو أول هؤلاء أو مرنمين لكن علينا أن نصنع تلاميذ فمن مرات كثيرة الأنشطة والخدمات الكنسية يا أسيس نظار ربما تكون المعطل الأول لصنعة التلاميذ وأنا دائما بقول أن الأولوية الثانية هي المعطل الأول للأولوية الأولى وأن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم هذه دعوة أنا بقدمها لنفسي والإخواتي الخدام ولقادة الاجتماعات اصنعوا كما صنع الرب يسوع تلاميذ لكي تجنوا ثمارا وهؤلاء التلاميذ الاثناشر غزوا العالم كله وغيروا خريطة العالم كله في قرن من الزمان المأمورية العظمى يعني الرب يسوع في بشارة مرقص قال اكرزوا بالإنجيل وفي إنجيل متى تلمذوا جميع الأمم فإذا فيه كرازة وفيه تلمذة والتلمذة هي حياة سلوب حياة مش مجرد أنا بعمل اجتماع تلمذة وخلصنا لا فيه أسلوب حياة وتأكيد على الآية اللي اقتبستها الحراث بقول الرسول يحنى لكي يفرح الزارع والحاصد معا فيه تعب وفيه مكافأة آخرون تعب وأنتم دخلتم على تعبين مرات احنا منحب الفخر أنه واحد آمن بس بيكون قابلينا فيه أربعين شخص حكى معاه واحدة من الأشياء المحزنة في العهد القديم السيس أنه الله يعني كان يعني الغرض أنه الشعب يكون شهادي أنتم شهودي ويكونوا نور للأمم ولكن فيشتوا في هذا الموضوع وإشعية بحطها في صيغة في إشعية خمسة يسأل لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا يعني هو طلع ثمر الإشكال أنه طلع ثمر بس ياريت ما طلع ثمر كان أسهل شوي ولكن يطلع ثمر والثمر يكون رديء هذا هو الأخطر والحقيقة سيس نظار حدك اقتبست الأمر من إشعياء خمسة لما بيقول كان الحبيبي كرم على أكمة خاصبة فنقى حجارته وغرصه كرم صورق وأحاطه وإلى آخره وبيقول أن صنعه كحدقة العين وهو إلى آخره وبيجي السؤال اللي النهاردة أنا بقدمه واسمح لي أقول من خلال برنامج المحترم من هذه القناة المحترمة أنا بقدمه لكل جمالاتي وإخواتي والنفس قبل الكل سؤال الرب والآن حكمه بيني وبين كرمي ماذا يصنع بعض الكرمي وأنا لم أصنعه والسؤال الخطير لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا وأنا خايف من قصاص لم يقول أنزع صوره وأجعله للرعي وللدوس وللحقيقة أنا عايز أقول لنا كلنا كخدام ومرة تانية أنا بستأذنك خطة الله سوف تصل إلى مفتغاها بنا أو بدوننا لم تياز البركة لنا إحنا إذا نفذنا خطة الله لكن خطة الله لابد أن تتم وعندما فشل للشعب القديم أن يكون نور وشهادة ما الذي فشلت خطة الله أبدا لا أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن أسيروا أولاد الله وصارت الكنيسة هي الجنس المختار الأمة المقدسة شعب اقتناء لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب خليني أرجع للسؤال الذي ذكرته في البداية خلقنا لنثمر وكلام الرب يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع يعني إيه اللي ممكن يتعمل وأنا ما عملته يعني كأنه الله بيسأل بصيغة إنسانية طب يا جماعة يعني قلوا لي هل في إشي كان ناقص مثل ما ذكرت في بداية نقبه ونقى حجراته بنى برجا ونقر في معصرة ما خلاش إشي إلا عمله وبالنتيجة كان عنا بردي فمكتوب أيضا يعني يعني خلقنا لنثمر إيه اللي ممكن يتعمل شوفي أسيس نزار قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أنا عايز أرجع لمرقص 11 لما الرب يسوع جع وآتى إلى التينة أيوة كانت مورقة لكنه لم يجد فيها إلا ورقا والسؤال يعني مرقص بيحطنا في شيء كأنه يعني كأنه لغص بس هو مش لغص تحدثك عارف البلاد يقول لنا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين يقول فنظر شجرة التينة على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد متى 21 الآية 19 فيبست التينة في الحال متى 21 الآية 19 الفكرة كالآتي أسيس نظار هنا الكتاب يحدد أنه لم يكن وقت التين وأكيد كل واحد اشتغل في البلاد واشتغل في الزراعة عارف أنه شجرة التين قبل ما يأتي وقت الإصمار هناك بكورة صح تظهر في الشجرة وهذه البكورة كما تحدد الشريعة هي ملك للرب أيها ما بتاعت إنسان لا يستطيع إنسان أن يأكلها أو يتجر بها لكن الشريعة كان بتنص أن البكورة هي تعطي الرب بكورات غلتك والرب يسوع أتى إلى شجرة التين لكي يأخذ حقه لكي يأخذ هذه البكورة ولم يجد إلا ورقا لم يجد البكورة وأنا بأسأل يا أخواتي من فضلكم فكروا هل النهاردة هناك ثمر أم أن هناك شجرة جميلة مورقة بديعة لكنها بلا ثمر بلا ثمر أنا مش بدور على عدد الخدمات والنهضات والترانيم والتسبيح والأنشطة والخدمات الاجتماعية وحتى الروحية وإلى آخره لكن نحن النهاردة بندور على الثمر أنا شخصيا بشكر الله لأني وجدت من يتلمذني من يتم بي من يصنع مني تلميذا للمسيح والسؤال هو هل نحن فعلا والسؤال هو ماذا يصنع بعد الكرمي الحقيقة أنه الرب عطى قصاص لهذه الشجرة وهو بيقول لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيا بل ستتين في الحال أنا الحقيقة خايف وفي مظاهر كثيرة جدا من ضمنها الابتعاد عن صدق عن تصديق كلمة الله والإيمان بكلمة الله والعودة إلى كلمة الله أعتقد أنها هي أحد الحلول الأساسية والرئيسية وكفانة عبث بكلمة الله دون أدلة ودون براهين أفقدتنا الكثير جدا من مصدقية خدمتنا يعني عشان فيه كمان من أحبائنا اللي بيسألونا كتير على هذا الموضوع كيف أنه الرب يعني بيؤمر تيني وما كانش الموسم بس للتوضيح الموسم هو في شهر تمانية في شهر آب في أغسطس هذا الموسم منسميه موسم الأسواق يعني بلقته تين ويباع في الأسواق ولكن في الربيع في تين بيطلع اسمه الدفور وأنا موجود حتى في الكتاب المقدس في نشيد الأنشاد مكتوب في آية 12 إصحاح 2 الزهور ظهرت في الأرض بلغ أوان القطبي وصوت اليمامة سمعة في أرضنا التينة أخرجت في الجهة وقعال الكروم يعني التين أخرجت الفجل وهذا التين اللي بأوله بيطلع بسموه هجم هيك على مدار أسبوعين مذاقه حلو خلاص وبينزل عشان الموسم في شهر تمانية بس هذا للتصحيح من ناحية دفاعية إلا اللي بيتهم إنه لأطمه ما كانش الموسم ولكن الرب كان عنده رسالة تانية بكى في نفس الصياق رث على أورشليم لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك فده كان مهم جدا يعني بالنسبة لرب يسوع لأنه كان موضوع الهيكل ما هو عبد يروح يطاهر الهيكل موضوع أوراق تين جميلة مظاهر وأشكال التدين الخارجي ولكن بدون صمر عقيمة وهذه المشكلة والرب فكرنا بآدم وحولة مخاطئ أو العري بتاعهم بأوراق تين وكأن شجرة التين تتحدث عن تاريخ من الفشل الإنساني الزريع اللي إحنا بكل أسف في بعض الأحيان بنعاني منه طبعا يعني الرب يسوع بيتكلم أمثلة وبيتكلم يعني كتير أمور من الحياة العملية الحياة الرفية أو سواء من صيد السمك أو من الأرض واحد من الأمثال المشهورة وأنا حابب أخذ رأيك في الموضوع جسيس واحد من الأمثال هو مثل الزارع يعني يعتبر واحد من الأمثال القوية جدة عنه خرج الزارع اللي يزرع ومن فضلك حدثنا لأنه في يعني في كان غير يعني شيء غير مثمر على الحجر على الطريق الأخري وحتى الثمر في كمان أنواع وكميات من الثمر تفضل الأسيس الحقيقة أن أمثال المسيح دراسة غنية وثارية وهو كمعلم يعرف إزاي يقدم الدرس ويقدم التطبيق ويقدم الرسالة بصورة واضحة جدا وجميلة الرب يسعط على الأقل 35 مثل في العهد الجديد وكمان بالمناسبة يسجل العهد الجديد 35 معجزة رغم أن في آيات أخر كثيرة صنعها يسوع لم تكتب لكن دي كتبات لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياتهم باسمه زي ما بقول الكتاب لكن واحدة من ضمن الوسائل اللي رب يسوع كان بيستخدمها هي الأمثال ومثل الزارع بيقدم لنا صورة جميلة جدا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع واحد شغلنته الزارع الله شغلنته الزارع وفيما هو سائر في الطريق سقط بعض من البذار على الطريق وسقط بعض على الأرض المحقرة وسقط بعض بين الأشواك وسقط بعض من البذار على الأرض الجيدة الحقيقة أنا عندي كام درس صغير رحيز عدنا نقوله ومن فضلك يعني خد ودي معايا عشان ما يبقى شك هي مونولوج لكن يبقى ديالوج حصوصا أننا أصدقاء وإنت أستاذ ورئيس قسم حبيب 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 أني كما نتعلم من حضرتك يعني الطريق ده كان فيه من الأيام أرض صالحة أرض زراعية ده أكيد 100% لكن بقى دوس الأقدام والحيوان وطول الزمان خلاه بكل أسف طريق لا يصلح لكن حبيب أننا أسأل الأسيس نصار وقوله مش نعمة من عند ربنا أن حتى هذا الطريق تسقط عليه بذار كلمة الرب وكأن الرب يقول البشارة تصل إلى الكل إلى الجميع للجميع صوت الرب واضح تملأ معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر حتى الطريق الرب يعطي له فرصة عشان خاطر البذار اللي هي كلمة الله طبعا كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف زي حدين فالطريق بيسقط البعض على الطريق لكنه بكل أسف لا يفهم وبيأتي الشيطان ويخطف هذه الكلمة بكل أسف فهذا اللي بيحصل في حياة ناس كتير وأنا حابب أسأل أي واحد وأي وحدة من المشاهدات والمشاهدين الأحباء اللي بيشاهدونا يطرى هل وصلت إليك كلمة الله في يوم من الأيام يطرى هل أنت كهذا الطريق اللي كان في يوم من الأيام أرض جيدة لكنك بكل أسف أصبحت طريق عام مداس من الناس يريتك تصغي لكلمة الله والكلمة قريبة في فمك في قلبك لأنك إن آمنت بالرب يسوع خلصت لكن بيكلمنا مش بس عن القلب القاسي غير المؤمن اللي هو الطريق لكن بيكلمنا كمان عن القلب السطحي الصخر وانت عارف أن الطربة الصخرية فيها جزء رقيق من الطربة لكن ما فيش عمق في الأرض والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح لكن ليس له أصل طربة رقيقة التأثير الوقتي أنا رفع شعار السنادي يا حضرة الأسيس نزار بقوله في كل الكنيس اللي بروحها وبقولها في البرنامج بتاعك بقول يا رب نحن لا نبغي التأثير لكننا نرجو التغيير آمين التأثير سهله كتير لكن التغيير هو الذي يبقى هو الذي يستمر لذلك الطربة المحجرة كانت تأثير بلا تغيير تأثير سريح حالا يقبلها بفرح لكن ملوش عمق والنهاردة أنا بسأل كل واحد في نترهل في مجال لكلمة الله في حياتك عشان تترسخ وتأتي بالثمر المطلوب ولا أنت مثل هذا القلب السطحي الصخري أو المؤمن العقلي اللي بيسمع دون ما يصل إلى قلبه ويتغير حياته فيه كمان التربة التالتة هي تربة الأشواك والحقيقة أنه عندما درست حكاية الأشواك لقيت أن الأشواك بتندق بسرعة أسرع بكتير جدا من النباتات النباتات تاخد وقت لكن الأشواك بتاخد وقت أبسط كتير عشان كده التنمو أكبر ولما يطلع الزرع الزرع يتخنق بهذه الأشواك عشان كده يقول لنا الكتاب عن القلب المزداحم ده هم وغرور هذا العالم يخنقان الكلمة فتصير بلا ثمر الهم بتاع الفقر والغرور بتاع الأغنية يعني للفقر مجدي ولا الغنى مجدي الهم بتاع الفقير والغرور بتاع الغنى يعني يدي لازم تنفع يدي تنفع لكن النتيجة إن الأرض لا تثمر لكن نشكر الرب من كل القلب من أجل الأرض الجيدة الأرض الجيدة لم تكن في يوم من الأيام جيدة لأن الأرض ملعونة كلها وكل البشر زي ما بيقول الكتاب الرب من السماء نظر إلى بني البشر لينظر هل من فاهي من طالب الله الكل زابوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن نشكر الرب الرب بنعمته إن هذا الفساد العام أو اللي بنسميها total depravity الرب بيعيد صنع هذا الفساد وتصلح الأرض وتأتي الكلمة المثمرة على قلوبنا حالتك سألتني عن 30 و60 و100 طبعا في فرق ما بين 30 و60 و100 لأسباب عديدة نمر واحد لأنه في قدراته ومواهب وإمكانيات لمؤمن تختلف عن مؤمن آخر ففي واحد عنده خمس وزنات في واحد عنده وزنتين المهم إن ده يتجرب الخمسة ويربح خمسة وده يتجرب الاتنين ويربح اتنين ففي هناك سقف مختلف بالنسبة للإمكانيات والمواهب فيه كمان أدوار مختلفة فيه شخص خدمته بطبق قصيرة وفيه واحد يمتد به العمر لسنوات مديدة عديدة فبالتالي فيه هناك اختلاف نتيجة لهذا الأمر فيه كمان حاجة تانية 30 و60 و100 يمكن ربما بالنسبة لل الطاعة بتاعة المؤمن استثمار ما يدعو الرب في حياتي فربما الرب يدع في حياتي الكثير جدا لكن أنا ما بتجرش أنا كسلان أنا خجلان أنا عندي في حياتي معطلات وإلى آخر فهي كيفية استثمار المواهب التي يعطيها الرب اللي بتؤثر ولا شك على صمر 30 و60 وماء كمان المناخ في فلسطين والتضاريس وعندك أنواع كتير من التربي في أنواع فعلا اللي بتطلع 30 وفي مناطق اللي بتطلع 60 وفي المناطق الخصب الخصبة اللي بتطلع 100% حسب نوع التربي ما أكثر أنواع التربي في فلسطين ومعناش هاي الأراضي اللي فلات يعني المسطحة المستوية عنا تلال وجبال وكلها بزرعوها يعني حسب المنطقة بنضفوا الحجارة بيبنوا جدار سنسلة وبينزل المطر والتربة بتنزل بتعب بتصير مدرجات حسب المكان بعض بين الحجارة البعض بينزل على التربة والبعض بينزل في الأرض الخصفة كمان أعتقد مهم جدا أنه هاي البذرة تكون مزروعة في الأرض الجيد أن البذرة مثل ما تكلمت هي كلمة الله والزارع هو الله اللي بيزرع الزارع هو الله ولكن من لاحظ من خلال المثل أنه الله بهمه الثمر المهم أن يكون مثمر صحيح والإثمار مثل ما ذكرت حسب يعني الإمكانيات في ناس الله أعطهم إمكاني تلاتين يثمر في التلاتين يثمر في الستين يثمر في الست وهاي مش بس خلقنا لنثمر هاي هي إرادة الله لكن تعرف من الخطورة أن الله يبقى ديني قدرة الستين أو الماء ولا أنا بنتج عشرين أو بنتج تلاتين والخوف كله يؤسس نظار أن أكون صاحب الوزنة الوحدة اللي ما ضعو طمار صح بكل أسف فيبقى الله عطاني على أقل شيء لكن أنا بكل أسف لم أتاجر لم أربح أو زي ما نحن بنكلم في هذه الحلقة لم أستثمر لم أسمر في حياتي اللي مجد الله بالفعل الحديث كتير كتير حلو معاك يا أسيس رضا بس أحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي تساؤلات من فضلك تواصل معنا دايما من حب نسمع ولسيما هذا الموضوع موضوع مهم موضوع جدي فيه مسؤولية وموضوع كمان خطير إن أهملنا هذا الموضوع أنا بعد الفاصل عاوز أسألك طبعا عن الإصحاح اللي هو يحنى 15 عن هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في موضوع الحياة المثمرة والحديث الجميل مع رجل الله القص رضا عدلي ويعني عاوز إحنا حكينا أو بنتكلم عن يحنى 15 بس حتى يعني الرسالة حتى يحنى المعمدان في بداية خدمته قال اصنعوا لكم أثماراً طليق بالتوبة والرسول بولوس عندما وقف أمام الملك أغرباس أغرباس الثاني قال هذه العبارة عاملين أعمالاً طليق بالتوبة فالتوبة إلها ثمر طبعاً في ثمر الروح في ثمر الصلاح في ثمر البر في ثمر الإيمان أو مثل ما بقول في كلوسي واحد مثمرين في كل عمل صالح ولكن نحن نتكلم عن الثمر كمان النفوس يعني في يوحن 15 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسم ولكن لما بقرأ يعني هون توضح لنا أكتر في يوحن 15 بقول كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر يعني بكون مثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وهون يعني بنرجع لصدى الصوت خلقنا لنثمر وبدو الرب ثمر أكثر وبعدين بيتكلم بدون لا تقدروا أن تفعلوا أي شيء بعدين بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير كثير فتكونون تلميذي فأيذن في ثمر في في تنظيف أو تقليب وفي يعني مجد الرب أنه نأتي بثمر ولكن برضو بيقول إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق كلام جميل بس كلام خطير فضل الأسيس الحقيقة ده نص غني وثاري زي ما حياتك عارف وزي ما كل مشاهدة ومشاهدة عارف كويس كرمة نقلت من مصر زي ما بيكلف مصمور ثمانين الآية أربعة كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة غنوا للكرمة المشتهاء مش كده فطول عمر الشعب في إسرائيل كان إيمانه وحتى بالهيكل وحتى بما يوضع أمام الهيكل من سلط الكرمة والمنتشرة كمان في البلاد وإلى آخره هو الكرمة شعب إسرائيل هو الكرمة نفسي ونعرف أنك أنت عندك خيال واسع تسمع بودان الشعب الإسرائيلي وهو يستمع إلى المسيح على نيت ويقول أنا الكرمة الكرمة الحقيقية وكأنه بيقول أنت أنت الكرمة المزيفة اللي لم تعد حقيقية لأني أنا الكرمة الحقيقية وكمان يعطي شيء آخر يقول أبي الكرام يعني أنت لم يعد الانتماء إلى الله عن طريق شعب ينتمي إليه الشخص ويولد فيه أو عن طريق دين ينتمي يخرج فيه الشخص ويأخذ ويأخذ عن آبائه أو عن شعبه أو عن أمته لكن أصبح الانتماء إلى الله هو التواجد في هذه الكرمة أنا الكرمة الحقيقية وإن المسيح بيعمل نقلة كبيرة جدا أن النهاردة الانتماء إلى الله ليس عن طريق شعب أو عن طريق دين لكن الانتماء إلى الله هو الانتماء في شخص المسيح يسوع دي أول فكرة الفكرة الفكرة الثانية اللي حضرتك برضو أشرت إليها هي فكرة السبوت وأنا الحقيقة حابب أني درس كلمة السبوت منيتم في اللي بيستخدمها يوحنى وهي كلمة تعني وأنا دجعت القموس بإذنك أحب أقرى مرجعية إلى القموس يعني وضع السبات الدائم المستقر غير المتغير الاتحاد الدائم ليس حالة نشوة أو خبرة أو تأمل أو تعزية مؤقتة ليس الدعاء الفلاسفة اليونانيين بحالات الاتصال بالنور أو الصوفية التي ادعت بالتواجد في الحضرة والتواجد في الدوران في حلقات من نور لكن هو اتحاد دائم حالة من الاستقرار والحقيقة ده شيء طبيعي لأن النهاردة لما أبص لغصن الكرمة لابد أن يكون متحد في حالة عضوية يعني كلم عن الالتصاق بالضبط بالضبط وهو لاحظ أنه هو ثبوت متبادل أثبوته في وأنا وأنا فيكم عشان كده السبوت سبوت متواصل إثبوته في وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إلا بيثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إلا لم تثبتوا فيها والنهاردة السؤال بتاعي اللي عايز أسأله كل واحد وكل واحد فينا يترى هل يوجد حائل مانع بينك وبين الرب لا يوجد مانع أكثر من الخطيئة خطيئاكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وثامكم حجبت وجهه عنكم حتى إنه لا يسمع وبالتالي النهاردة الشيء الطبيعي هو أن الكرمة الغصن الذي يثبت في الكرمة يأتي بثمر والشيء الآخر إنه لا يمكن أن نأتي بثمر بدون الثبت في الكرمة يعني ما فيش alternative ما فيش بدائل أخرى ولا حلول أخرى ولا وسائل أخرى لا هو الكرمة وكلمة الكرمة زي ما حيطك عارف في البلاد وفي بلادنا في منطقة الشرق الأوسط وفي كل منطقة الكرمة تعني الكل في الكل يعني إحنا مش بنعني جزء مش بنعني مثلا الجذور أو الجزوع أو العناقيد لا الكرمة هي الكل وكأنه يريد أن يقول أنا الكل في الكل وإذا أراد الجزء أن يعيش عليها أن يرتبط بهذا الكل أثبتوا في وأنا فيكم وأنا بصلي من كل الأهل بأن النهاردة ثبتنا في المسيح الامتحان بتاعه هو الثمر نعم إذا لم يكن هناك ثمر واضح في حياتك والثمر هو ربح النفوس والكرازة بالإنجيل والشهادة للمسيح سواء كان بالحياة أو بالكلام فيجب عليك أن تتوقف لأنك أنت في خطر المسيح قال كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر أنا أؤمم بالضمان الإلهي للمؤمن لكن هناك تحذير لكل غصن لا يأتي بثمر مش هو كتاب يعلمنا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقضون مش كده يعني كثيرون يرقضون لأنه في خطية موجودة من التأديب الإلهي من التأديب الإلهي وأي ابن لا يؤدبه أبوه وبالتالي علينا أن نستثمر الفرصة والوقت فنؤتي بثمر لكي يدوم ثمرنا بالفعل ولكن يعني أنا بتكلم على التسلسل مثل ما ذكرت حضرتك كل غصن ينزعه ينقي حتى يأتي بثمر أكتر وبعدين بيكمل في كل غصن يجف يجمعون يطرحون فيحترق بهذا يتمجد أبي يعني قمة الموضوع اللي عاوز يوصلنا اللي هو إرادة الله طبيعة الله قطة الله أن تأتوا بثمر كثير بثمر كثير فتكونون تلميذه يعني هاي مرحلة التلمزة يعني الرب يسوع في يحنى تمن يكلم اليهود الذين آمنوا يعني بيتكلم إن ثبتتم فيها فبالحقيقة تكونون تلميذه لللي آمنوا بالضبط الفكرة أنه كمان قال لنا أن في تلميذ لم يعودوا يخضرون أن يمشون معه نعم بعد ما تكلم عن جسد يحنى ستة كثيرون رجعوا إلى الوراء والذين أذكرهم كنت أذكرهم مرارا والآن أذكرهم باكيا زي ما بيقول الرسول بولوس فعلينا إذن أعداء الصليب بالضبط فعلينا إذن مع يقيننا بضمان المؤمنين علينا أن نتذكر باستمرار أن هناك شرط وهناك انتظار من الرب لنا في حياة الثمر وفي عدد كبير جدا من المؤمنين لم يسمروا لأنهم لم يتتلمزوا ولم يصبحوا تلميذ ولم يأتوا بثمر وحياتهم هي حياة الاكتفاء الكاذب لأنك تقول أني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشاقي والبائس وفقير وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي إن لم تتب الحياة تحذير مهم يا سيد نظار وأنا خايف أن اليومين دول مع تركزنا على التعليم بالنعمة وهو تعليم أكيد وصحيح مئة بالمئة أن لا ننسى أيضا التحذير الإلهي لأن أرضا قد شربت المطر القتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا وشيء صالح مباركة لكن أنتجت شوكا وحاسكا فهي قريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق نرجع للفكرة الأولى التي ذكرتها في البداية كنوع من النشوة كنوع من البسط كنوع من أن أنا مبسوط فرحان في الشيء الذي أسمع وذكرت هيرودوس كان يسمع يحنى المعمدان وكان مصرور ولكن هو الذي أمر بقتله فأنا الفكرة أنه في الحياة المسيحية فيها التزام فيها حياة الانتماء فيها حياة الولاء الحياة المسيحية حياة الجندية جندي صالح ليسوع المسيح وبما أنه أنت كاتب كتب ومؤلفات وعامل عشرات الألاف من البرامج سواء الرادو أو التيفي أو كده احكي لنا عن موضوع التلمز لأنه أعتقد أنه كلنا نتكلم عن التلمز ولكن الظاهر أنه موضوع التلمز ليس مفهوم بالصورة الصحيحة حتى أكون تلميذ ليسوع المسيح بمنتهى البساطة زي ما بيقول we are not inventing the wheel احنا مش بنخترع العجلة احنا بنبع النموذج بتاع الرب يسوع يقول لنا كتاب بمنتهى الصراحة والوضوح أن الرب يسوع قضى الليل كله في الصلاة ولما كان الصبح دعا تلميذه واختار منهم اثنى عشر الذين دعاهم وسمهم أيضا رسلا فالفكرة التلمز مش إعلان في الكنيسة يوم الحد أو الجمعة أو السبت احنا نبتدي مجموعات تلميذة واللي حابب يا جماعة أرجو أن هو ينضم المجموعات التلميذة بتاعتنا لا التلميذة لها شروط عشان كده الرب يسوع قال ثلاث مرات في لؤى 14 لا يقدر أن يكون لي تلميذة فالتلميذة لها ثمن الرب يسوع علمنا من يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء لا يصلح أن يكون لي تلميذة من لا يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يكون لي تلميذة ومن لا يبغد أباه وأمه تمام فلا يقدر أن يكون لي تلميذة فإذن ليس كل المؤمنين يصلحون أن يكونوا تلميذ التلميذة إذن لها ثمن عشان كده بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك إذا لم يكن الرب يسوعه الأولوية بالنسبة لمن يرغب أن يكون تلميذة فلن يصلح أن يكون تلميذة بأي صورة من الصور أنا بقول لي أن في ثلاث حاجات أساسية جدا بالنسبة للتلميذ لازم يبقى قابل للتعلم قابل للتقويم يمكن الاعتماد عليه بدون هذه الأمور الثلاثة طبعا لازم يكون مؤمن قبل الرب يسوعه مخلص شخصي وإلا ده لا يصلح لشيء وكمان من الناحية التانية التلميذة تعني الآتي تعني وجود متلمز وتعني وجود تلميذ وتعني منهاج يقدم بمهارة من خلال مش كورس نعم ولا مجموعة دراسات لكن اللي حيب نسميها في علم التلميذة The With Principle مبدأ المعية المعايشة أن الرب يسوع اختار التلميذ وعاش معهم بالفعل عشان كده بالضبط عشان كده أنا بدعو كل واحد النهاردة وكل كنيسة بتقدم كورس تلميذة أنها تشوف إزاي المعايشة إزاي الناس تعيش هذا الكلام مش مجرد رؤوس تمتلئ بالمعلومات ونعاني من هشاشة العظام وإن إحنا مش قادرين نطبق ولا نعيش ما نعلمه خلينا أخد مكالمة بعد إذنك جسيس رح أخد مكالمة من جون من البحرين أهلا وسهلا أخد جون أنت معانا على الهوى سلام ونعم يا أبونا سلام ونعمة المسيح معك حبيبي الرب يبارككم ويباركك أنا كتير سعيد بالمشاركة اليوم والرب يبارك خدمتكم ومنورين شكرا تفضل أخد جون تفضل الحقيقة اليوم أنا بس بدي أنت مداخلة وسيطة بالنسبة من هو الإنسان المثمر بس أنا بدي شوي أغوص في بعض الأشياء اللي هي عن الثمر يعني وعن النتائج كتير من الناس بشوف على السريعة أخ جون آه تفضل آه كثير من الناس بيدوروا دائما على الثمار آه ولكن يعني في شح في الثمار خصوصا في أهونتنا الأخيرة هاي والرب يشوعه يعني ضرب مثل في الفلاح اللي راح يبذر وكانت في بذور بتنزل في أماكن معينة بين الصخور وفيه في أماكن ضحلة وفيه في أماكن آه غير صالحة فهونا أنا بدي أتوجه بنقطة أنه أنت لازم يعني تكون البذرة في تربة آه صالحة آه صالحة عشان تنبط وباختصار هيك يعني التربة هاي الخصبة اللي هي آه أنت يعني الإنسان والبذرة الحقيقية هي إيمانك بالرب يشوع المسيح نرجع منقول أنه الرب كان السامرية أعطيكي ما يعيشك للأبد فالبذرة بالإنسان المسيحي اللي هي إيمانه بالرب يشوع المسيح كمخلص وملك ورب والساقي هو يشوع نفسه من هنا أخجون أكيد كنت عاوز أسألك طبعا أنت مؤمن بالرب يسوع وهل أنت يعني جزء من التلمذ هل أنت مشترك في كنيسة أو مع إخوة مؤمنين مؤخرا يعني ما في أي شيء بس أنا برحب هالإشيء و يريد تحت الهواء يعني يوصلون في أحد قروبات التلمذي أنا كتير بيشرفني عندي شي يعني بكل سرور حبيبي جون واضح من لهجتك عندك أصول فلسطينية ظاهرة صحيح أنا من أورشاليم أهلا وسهلا فيك مقيم في البحرين أوكي حبيبي وأنت عابر للمسيح طبعا طبعا بكل فخر آمين من تقريبا تين فورتين أو أكتوبر تونتي تونتي طيب ربنا يباركك يعني في فترة الكورونا أجيت للمسيح معنات المشكلة فترة سيئة ولكن أنت مؤمن بالرب يسوع خليك معنا أكيد رح يتواصلوا معاك على أساس يخذوا البيانات وكمان يحطوك مع فريق متابعة وللتلمز يا أخ جون ربنا يباركك بوجه تحية لضيفك الكريم سامعو أنت ياريت سمس شكرا حبيبي ربنا يباركك يا جون ربنا يباركك وأنا مبسوط أن أسمع صوتك كمان أساس مش عارف وانت بتتكلم يعني حسيت هيك في مقياس في كده يعني أنا رجعت تذكرت كلمات الرب يسوع إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تحكي على ثمن تحكي على تضحية ولكن إن ماتت تأتي بصمر كثير فهل هذا هو مبدأ يعني فعلا نعيش فعلا عشان أكون مثمر عشان يعني أنه أنا أموت عن ذاتي وأموت مع المسيح الحقيقة كلام في يحن 12-24 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تشيء تبقى وحدها تبقى وحدها لكن إن ماتت فهل تأتي بثمر كثير والحقيقة إنه لم يحدث على الإطلاق إن شخص كان مثمر في حياة المسيح في حياته مع المسيح إن لم يمت عن الذات بالفعل وأنا دايما بقول الكلمات الأديمة دي أسيط نزار في كل قلب عرش وصليب عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب عندما يكون المسيح على الصليب تكون الذات على العرش وعندما يكون المسيح هو السيد على الحياة حينئذ حياة المسيح فينا تثمر وثمر الروح القدس يثمر بينما الحياة السهلة الرخوة الكسلانة الرتيبة حياة الأخذ اللي شعرها كم تعطوني وأنا أسلمه لكم تختلف عن حما قالوا بطرس ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي فأياه أعطيك وأن النهاردة بدعوا كل خادم فينا وكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع إن إليتك تطلب من الرب يا رب لا أنا بل أنت يا يسوع ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص حياة السمر هي حياة المسيح فينا الروح القدس فينا يثمر محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح أمانة وداعة تعفف دع المسيح يسود على حياتك أثبت فيه من خلال الكلمة والصلاة والشركة والشهادة وحياة الطاعة وأنت سطر حياة مثمرة شاهدة للرب يسوع فالرب يسوع طلب مننا اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر في سفر أعمال الرسل طبعا منشوف كده مرة الآيات اللي بتتكلم عن التكاثر أنا بتكلم على ربح النفوس مثلا أعمال 16 أي 5 فكانت الكنائس تتكاثر في العدد وكانت تزداد في الإيمان وتتكاثر في العدد كل يوم فإذن هذا مبدأ إلهي مش عزر لأي إنسان إنه يقعد في البيت وما يعملش أي إشي بل المبدأ هو التكاثر وبوليس علمنا علمنا المبدأ المبارك جدا تموثه 622 وما سمعته مني بشهود كثيرين أو دعوه أناسا أمناء يكونون أكفى أن يعلموا آخرين أيضا فنحن لنبغي فيه كنائسنا لا مجرد الزيادة أو التضخم لكن النمو الحقيقي والتكاثر وإذا أريد أن أعطيك رسالة أخيرة فنصد إيئة إيش اللي ممكن توصله لأحباءنا المشاهدين أحب أن أوصل لكل مشاهد حقيقي أن الثبوت في المسيح هو السر الحقيقي لحياة الإسمار وينبغي عليك أن تقبل تعامل الكرام معك ففي بعض الأحيان الكرام يقطع عنقود لكي يبقى عنقود واحد على الفرع قوي مبارك فربما يغلق خدمة لكي تظل خدمتك الأساسية قوية مباركة وكما أن الضوء مهم جدا لحياة الكرمة فتعلمت من الكرامين أن الإظلام أيضا هام جدا بالنسبة للكرمة لتستمد عسارتها وفي النهار تستطيع أن تمثل هذا في حياة الكرمة فعندما يسمح الرب بالإظلام في بعض الأحيان أو بأن تأتي المقص فيقص جزء من الخدمة هنا أو هناك دع الكرام يعمل في حياتك وانتظر الثمر سيأتي في وقته ونحن نشكر رب من أجلك سيس ردو من أجل الثمر المتكاثر في حياتك وفعلا نعمة الرب عم تشهد عن كل سنين اللي خدمت فيها بأمانة وعندك أولاد وبنات في كل مكان أقصد روحيين في كل مكان وربنا يكافأك ويبارك خدمتك شكرا أحبائي موضوع الثمر موضوع هام جدا الله دان في العهد القديم شعب إسرائيل لعدم الإثمار الرب يسوع طهر الهيكل ودان الشعب اليهودي لعدم الإثمار قال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ولكن العلامة المميزة في تلاميذ المسيحي المحبة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض أنا بصلي الرب يزيدنا محبة لشخصه محبة لكلمته ومحبة لخدمته ونمجد الرب الثمر المتكاثر في حياتك وفي حياتي الرب يباركك اشتركوا في القناة